تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناعة سيلفي سبورت كثير ناس بتتسأل يا أخي سان جيرمان شو اللي بيعملوا؟ هذي السوق اللي التاريخ السوق اللي حيتكرها كثير ناس كواحدة من أقوى أسواق الانتقالات اللي قام بها نادي في تاريخ كورت القدم نجوم كبار بطل اليورو مجانا حامل دور الأبطال عدة مرات سيرجو راموس مجانا والأسطورة والنجم والأفضل في تاريخ كورت القدم بالنسبة للغالبية ليوني الميسي مجانا وفينالدوم المساهم دائما في المواقف الصعبة مع ليبربول مجانا وما ننسى طبعا أشرف حكيمي داخل سوق انتقالات أكل فيها الجو ما حدا عم بعرف شو مين الثانين عم بيشتروا مين الأندي شو عم تعمل بالسوق وكأنه كورت القدم أصبح لون هشيء واحد لون باريس سان جيرمان اللي مسيطر تماما في سوق الانتقالات شو اللي بيحاول يعملوا سان جيرمان خلونا نكون واضحين سان جيرمان بنى تشكيل بيقدر يفوز بدور الأبطال آخر موسمين ما كان محتاج له هذه السوق المجنونة عشان يفوز بدور الأبطال يعني ربما كان يكفيه عشان فريقه يكتمل ضغير أيمن وقلب دفاع إضافي وبس أموره بيضلها تماما بس لما دخل هذه السوق الكبيرة اللي فيها ضج كبيرة شو كان عم بيعمل شو كان عم بيفكر سان جيرمان برجع أحكي كان فريقه قادر يفوز دور الأبطال لعب النهائي فرقة فرصة أو فرصين لأله سجلهم ما عرف يسجلهم راح بايرن سجل غلبه ونصف النهائي مع مان سيتي بفترات كان متفوق بفترات كان متفوق مان سيتي بفترات تفوق سيتي سجل أكثر وهذا هي ببساطة يعني كان على وشح يلعب نهائي ثاني أيضا على التوالي فبالتالي سان جيرمان بيعرف منه تشكيلة بفترات دور الأبطال وبعرف شيئة هاني أيضا مهم جدا اللي هو حتى لو جبت كل نجوم الأرض دور الأبطال بيضله واقف على خضات على لحظة حض على لحظة ركل الجزاء الحكم ظلمك فيها على لحظة لعبك كان فيها مش بيومه لحظة دور الأبطال أسماء فيه ما بتكفي دائما في لحظات ما في بطل تقريبا إلا الحض بتسمله بلحظة ومشله إياها بلحظة ما في بطل أبدا إلا محتاج هذه فممكن بعد ما يجيب كل نجوم الأرض ما يجيب دور الأبطال عادي وهو بيعرف ذلك طيب شو اللي بعمله من أول ما سان جيرمان أعلن يونيل ميسي أنا عندي جروب واتس بينه وبين أصحابي دائما مننسق فيها وانتن لعب بطولات بلاي ستيشن مع بعض فالكل بلاش يقول أنا سان جيرمان أنا سان جيرمان أنا سان جيرمان الجميع بديلعب بسان جيرمان ونحكي عن جيد كبير فتخيلوا الشباب الصغار الآن اللي بديم يمسكوا فريق معظم الناس هتلعب أولناين هتلقوهم بلعبوا بسان جيرمان هتلقو كثير ناس حابين يجربوا سان جيرمان حتى اللي بحبوا يلعبوا في فرق عادية ويكونوا قويين فيها هستلوا يحبوا بسان جيرمان رغم قوته الخارقة عشان استمتاع بهذا الموجود ميسي نيمار إمبابي راموس حكيمي بتحس حركة تلعب بفريق نجوم الأرض هذا الشعور حيخلي سان جيرمان فعليا كقيمة تجارية وعلامة تجارية من الأقوى في العالم بيوم وليل وكثير من الشباب الصغار اللي السباح حددوا مين رح يشجعوا لما بلش يلعب بفريق معين بلاي ستيشن مع الزمن وهذا العلم مش من كلام من عندي كلام حقيقي يعني فيه دراسات على الموضوع شوي شوي ممكن يشجعوا هذا الفريق هذا هو بكل بساطة الهدف الاستراتيجي الأول الجيل الصغير الآن كله بيتكلم بسان جيرمان الجيل الصغير هيكبر هيكون هو القاعدة الجماهيرية الحقية لكرت القدم هدول كلهم هيكونوا متعلقين بسان جيرمان الشيء الآخر الآن هو عم ببيع حلم لكثير شباب صغار بحاول يكونوا محترفين بكرت القدم طريقهم للاحتراف بكرت القدم شو يعني أنا هلعب بسان جيرمان اللعب فيه ميسي ونيمار ورونالديني وواواواواواواوا شو ما كنت مدافع جبت لك أسطور الدفاع وسط عندنا هجوم عندنا عندنا بكل مركز أسماء انت هتكون حاب تحكيها يعني سان جيرمان لما زلتان رأى عندهم في مؤتمر الصحف الأول قال هذا حلم تحقق وكنت أنتظره من السنين الناس أخذوا كوميديا انه شو هالكوميديا يا زلتان فيه حدا بيحلم بلعب بسان جيرمان الآن بعد هذا السوق بعد بناء التراكمي صار فعلا يمكن تحلم بسان جيرمان والشي الثالث أيضا من حيث العلاقات التجارية المبيعات التجارية سان جيرمان أخذ نقلة نوعية بلا نقاش إذا نحن نتكلم عن فريق الهدف الحقيقي عندهم مش دور أبطال أوروبا برجع أحكي هدف سان جيرمان مش دور أبطال أوروبا ما بيكونوا عايشين بأوروبا لو بفكروا هيك ما بيكونوا عم بلعبوا دور أبطال أوروبا إليهم سنين لو بفكروا هيك بيعرفوا دور أبطال أوروبا بوقف على لحظة على غلطة على نافة هم عم بيبنوا شيء آخر عم بيبنوا نوع من الليجيسي نوع من الأرث لهذا النادي خلال سنتين ثلاثة حيكون فيها ثلاثة خارقة أسماء خارقة تاريخ عظيم بيحملها كثير لعبين في عندهم فعم بيحاولوا يستفيدوا من هذه الفترة عشان يأسسوا رقاعدة عالمية مش فرنسية فقط في الشعبية في العلاقات التجارية في العلاقات الإعلانية ممكن نتذكر هون الجالاكتيكوس المشروع الفاشل بمعظم فترات سينينه المشروع اللي خسر الدوري مع فلانسيا مثلا على سبيل المثال المشروع اللي إجرونالدينيو وأحرجهم سنوات قبل ما يطلعوا كلهم شو اللي صار الجالاكتيكوس على الورق كان فاشل هيك بنظر كتير ناس لكن كتير ناس شجعوا ريال مدريد عشان زيدان أو رونالدو أو بيكهام أو روبيرتو كارلوس أو أو ويسفيقو أو أو عد أسماء لأنه هذا الجيل اللي بلش يشجع ريال مدريد هو صغير عشان هدول الناس ظل يشجحهم عشرين سنة فرجع ريال مدريد النادي الأبرز عالمياً الأبرز تسويقياً الأبرز في الإعلام بنتيجة هذه الفترة ففكرة الجالاكتيكوس نعم فشلت في أرض الملعب لكن على المدى الطويل هي الفكرة اللي نجحت هي اللي فكرة أغرت لاعبين كبار يجوا على ريال مدريد بمودرات شرنالدو هادي الأسماء اتخيلوا ريال مدريد لو ما كان فيه جالاكتيكوس بتلك الفترة وترجع له الشعبية الإعلامية فهل كان حيقدر يجيب كل اللاعبين اللي جمحهم وجاموا معه الثلاثية الأوروبية أنا شخصياً ما أعتقد مع أنه لاحظوا شيء مهم يا مدريد عنده تاريخ كثير أكبر من تاريخ سان جيرمان ومع ذلك فترة الجالاكتيكوس فادته بالجلب التسويقي وبجلب النجوم الرياضيين نفس الشيء هذا الموضوع بحكي عن سان جيرمان ممكن سنتين ثلاثة الناس هتقول لك ما جووش دور الأبطال وجابوا دور الأبطال ليس هذا الهدف ومستحيل يكون هذا الهدف منوصلنا إلى هذا الفيديو لو أعجبكم تتركوا لايك ولو بتشوفوني على اليوتيوب اشتركوا بقناة سيفيس بورد والسلام عليكم ورحمة الله